بلغ عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من مطارات مسقط وصلالة وصحار 28.580 رحلة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 وسجلان انخفاضا طفيفا بنسبة بلغت 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 وأشرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالية الركاب القادمين والمغادرين والترانزيت بمطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم بلغ 4.475.764 راكبا حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 كما انخفضت أعداد المغادرين عبر المطارات بنسبة 4% حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 مقارنة بذات الفترة من العام السابق